أعربت وكالات الأسفار عن قلقها إذا عاد معتمد بعض أنواع التلقيح خاصة في الفضاء الأوروبية ما قد يؤثر سلبا على مردوديتها من الحجوزات خاصة بالنسبة للمسافرين الذين تلقوا جرعات من التلقيح التي لا يعترف بفعليتها في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي مشكلة تهم التوانسة اللي هم لقوا بتلقيح غير معتمدة في أوروبا وهذه قلقتنا إشكال كبير يسر طلبنا ونطالبوا من خلال التلفزة الوطنية أن يقع إيجاد حل عن طريق وزارة الصحة ووزارة السياحة بالتشاور مع المعنيين يلقوننا حل باش ينجموا يسافروا خصوصا وأن التوانسة كبارش عدد منهم اطلقت تلقيح هذه وحول إشكالية التلقيح الغير معترف بها في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي أكد عضو اللجنة العلمية ورئيس اللجنة الوطنية للتلقيح لهشمي لزيرة أن الوزارة بصدد وضع لمسة الأخيرة بخصوص إحداث خانة معنوان سفر في منصة إيفاكس للتسجيل قصد تلقي جرعة ثالثة خاصة بالأشخاص الملقحين تلقيحا كاملا بنوعية غير معترف بها في البلدان التي سيسيفلون إليها تطبيقة سيتم العمل بها بداية الأسبوع القادم تطبيقة هي بشكون على إيفاكس كما التطبيق عن التسجيل لكن كي تدخل بشتلقى ربط ربط يمشي لسفر بالعربية وقالها موبيلتي بالفرنسية كيفاش المواطن بش يدخل غاديكا بش يحط الكود متاعه إيفاكس ومبعد بش كيف تتحل التطبيقة بش يقولولو شنية البلاد اللي انتي ما شيلها أو البلاد دونك يدخل هو اسم البلاد ومبعد ينجم عنده بلاسة ينجم يكتب فيها يقول معناها لواش ماشي فما الناس تسافر بش مشي داوي فما الناس تسافر بش مشي تخدم وفما الناس تسافر للسياحة مهما كانت معناها السفة ينجم فما حاجة معناها موهاش اوبليغاتواق دونك ينجم يحط هو شهادة ولا استدعاء ولا ماش مشكل هذك كما أكد الهيش من الوزير أنه يتم اتباع عن دراسة الطلابات المقدمة من قبل المعنيين بتلاقي جرعة ثالثة ليتم استدعائهم في أقرب الأجال طريق طبي بش شوف شنية تلقيح اللي خذاهم المواطن هذك شخذاه ومبعد تبدأ عنده معلومة على الطلبات متع البلدان اللي هو مشي لها ولا البلاد اللي بش مشي لها من ناحية نوعية التلقيح واعتمادا على هذوم الاثنين هو بش يعمل اقتراح بش يقول مثلا المواطن هذك اللي خذاه التلقيح من نوع هذا احنا بش مشي لبلاد هذه نستدعوه بشيق جرعة ولا جرعتين من تلقيح ماء اللي هو مقبول في البلاد اللي هو مشي لها واللي هو موجود بانسويق في البلاد التنسية وأذف عضو اللجنة العلمية لتلقيح أنه من الممكن أن تكون هناك استثناءات بخصوص تلقي جرعة ثالثة من التلقيح خاصة وإن كانت صحة المتلقي المعنية لا تسمح بجرعة ثالثة ترجمة نانسي قنقر